اللي جاي ده في منتهى الأهمية في منتهى الأهمية مش بس عشان الخبر اللي أقوله دوت وعشان تعالي اللي هقوله بعد الخبر أحمد فتحي متدايق زعلان إنه بيتم استبعاده من مباراة بيرامدز في الفترة الأخيرة مش مبسوط وعلى فكرة دي عادة أحمد فتحي أحمد فتحي كان يرفض يقعد على الدكة في الأهلي كان يرفض يقعد على الدكة في الإسماعيل في فترة الاحتراف في أي فريق هو لعب لا يحب الدك بقلبه وروحه ورجلته ما تخلوهش يحب الدك أبدا وهو من اللعيبة اللي بتزعل بس ما بيغلطش ما بيعملش مشكلة ما تلاقوهش أساءل لحد ما تفتكرش لحما فتا يقول لك مثلا اتخاني مع مدارب أو مدير كرة بس بلغتنا كده يتقمس ما يبقاش مبسوط فهو دلوقتي في المرحلة دي هو مش مبسوط اتكلم مع الجهاز الفني والإدارة عن سبب استبعاده وقال لهم إنه هو زعلان ولو الوضع استمر بالشكل ده ممكن يمشي بنهاية الموسم التعليق بقى المعلومة الأكيدة أحمد فتحي عايز يرجع النادي الأهلي بس ركز في التفاصيل اللي أقولها لك دي أو الكلام أو الصيغة اللي هقولها بيها عشان ما تقولش كريم قال أحمد فتحي راجع النادي الأهلي أحمد فتحي عايز وحابب يرجع النادي الأهلي النادي الأهلي بقى عايز أحمد فتحي حابب أحمد فتحي يرجع لا مفيش كلام من ده دلوقتي ممكن يبقى فيه كلام في المستقبل الله أعلم بس في هذه اللحظة لا مفيش يعني الأهلي مش واخد خطوات أو اتصالات مع أحمد فتحي إنه يرجع الاهلي بس أحمد فتحي حابب إنه يرجع الاهلي أي مفوضات رسمية مش موجود أي كلام رسمي مش موجود هو اللي موجود دلوقتي بس اللي أنا أقدر أقوله لك إنه رغبة أحمد فتحي العودة للنادي الأهلي هاي الأهلي بقى محتاج أحمد فتحي وارد يكون محتاج لعب طبعا هو بيضع على مركز الزهي الأيمن طيب هل أحمد فتحي فيه حد أفضل منه طوال السنين اللي فاتت في مركز الزهي الأيمن لا هو الوحيد اللي آخر مثلا يعني هم نتكلم ياهو بيلعب إنه عنده 17 سنة اللقتي عنده 38 سنة هم نتكلم في 20 سنة مفيش حد جيه زي أحمد فتحي في مركز الزهي الأيمن أو وسط الملعب 20 سنة في مصر طيب هاي الأهلي هيبقى حابة بيرجع أحمد فتحي وعنده 38 سنة ما عرفش هل فأفكار النادي الأهلي اللي ينزل بقى معادة العمار ولا شايف يستفيد بخبرات أحمد فتحي ما عرفش لسه الأهلي ما فكرش أصلا أو ما خدش قرار في هذا العمر ولكن رغبة أحمد فتحي هي العودة للنادي الأهلي ده لو علاقته انتهت مع بيراميدز مع نهاية الموسم